اكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن هذا اليوم هو يوم تاريخي يمثل لحظة أمل وفرصة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشدد زياني على أن رؤية جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه للسلام في المنطقة تقوم على المحبة والثقة والاحترام بين الجميع مشيرا إلى أن اتفاق اليوم يحفزنا للعمل بنشاط من أجل حل الدولتين لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن هذا اليوم توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر